بس قبل أن أخذ التلفونات خلال أن أقول دي أيام بركة أيام كلها خير فالإنسان لابد أن يتعرض لرحمة الله تبارك وتعالى وكل واحد يعني محتاج أن هو يقعد مع نفسه ويركز إيه العمل اللي أنا هقدمه في رمضان وإيه البرنامج اللي أنا هعمله في رمضان والسنة دي أنا محتاج أن رمضان يكون مختلف فأنا محتاج يعني في مثلا في مسألة قراءة القرآن هل هتقرأ القرآن قراءة عادية وتخرج من رمضان كأنك زي ما دخلت زي ما خرقت ولا هتخرج بمعاني جديدة في تدبر كتاب الله تبارك وتعالى كيف تتدبر كل ده لازم الإنسان يقعد ويركز وإيه كتب اللي أنا أقرأ منها وإيه السماعة هسمع سيدنا مثلا وليكن سيدنا الشيخ الشارعو طبعا براشح تقول للناس سيدنا الشيخ الشارعو لو ربع ساعة كل يوم نجمع الأسرة على الشيخ نبدأ نحاول يبقى سلسلة ولذلك القرآن شوفي مهم جدا شوف الحديث يقولي إن سيدنا جبريل كان بينزل على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في رمضان يعمله ويهو مع بعض فيدارسه القرآن عفا يدارسه اللي هو إيه؟ يرجع القرآن اللي هو يتدبر الكتاب ربنا سبحانه تبارك وتعالى فكذلك لابد أن نكون إيه؟ نتدارس القرآن مش العبرة بكثرة القراءة بس وكان فيها خير لكن محتاجين نطلع بالمعنى اللي هو يبدأ يعلل يعلل همه ويزود الطاقة الإيمانية عند العبد